بحب أشجعكم الأربعة القادم يمكن كتير منكم شاف شهادة كاثرين من بيت لحم رح تكون معاي مباشر الأسبوع القادم على السكايب ورح تحكي عن اختبارها وعن شو صار معها وإذا أنت بتحب توجيه لها سؤال خلال الحلقة رح يكون يعني ترد على الكاثرين باختصار هذه الأخت مازالت ممتلئة من مرض السرطان لكنها مليانة بحب يسوع مليانة بقدرة يسوع وأنا بحبك أنك تشاهد هذه الحلقة بث مباشر الأسبوع القادم وإذا في عندك أسئلة في اكتباتها على الفيسبوك في اكتباتها حتى من قبل حتى نتناولها في الحديث طبعا في الحلقة القادمة